السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي طلاب الحلوين طلاب قول اعدادي ومعاكم مصر اندا حسن النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض حل اول اسئلة اختبر فهمك على المنهج العلوم المنهج الجديد طبعا الجزء الاولاني من الدرس الاول هنبدأ عليه الاسئلة الدرس الاول افكركم به كلمنا فيه عن المادة وكلمنا فيه عن الزرة وقلنا المادة هي كل ما له كتلة وحجم وكمان قلنا الزرة هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد وكلمنا كمان عن بنية الزرة وقلنا من اول العلماء اللي حطوا نظرية علمية عن الزرة هو العالم دالتون اما ارنست رازرفورد هو اول من وضع نموذج للزرة على اساس تجريبي بعد كده تكلمنا عن الجسيمات دون الزرية لها كانت البروتونات والنيترونات والالكترونات البروتونات طبعا شحنتها موجبة والالكترونات شحنتها سلبة والنيترونات متعدلة الشحنة وقلنا ان الزرة تتكون من نواة يوجد بداخلها البروتونات والنيترونات وتدور حولها الالكترونات في مستويات تسمى مستويات الطاقة وكمان خدنا الرموز الكيميائية وقلنا هي تكتب باللغة اللاتينية وليست باللغة الانجليزية وفي اخر الدرس اتكلمنا عن الاسمدة وقلنا هي عبارة عن مراكبات كيميائية تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي ومن اهم انواع الاسمدة سماد الني بي كي والان هو عنصر النيتروجين وهو لازم لاخضرار اوراء النباتات البي هو عنصر الفوسفور ولازم لتقويت جزور النباتات اما العنصر كي اللي هو البوتاسيوم لازم للنموء الصحي للنبات تعالوا بقى نبدأ مع بعض ونحل اول جزء في اختبر فهمك يلا يا ابطال هاتو الكتاب بتاعكو والقلم بتاعكو حلوا معايا ولو في اي سؤال او اي استفسار اكتبهوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم يلا بنا اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة واحد وحدة بناء وتركيب جميع المواد هل قالب الطوب الجزء الضرة الخلية طبعا احنا لسا ايلين واحدة بناء وتركيب جميع المواد هي رقم جيم الضرة رقم اتنين العالم الذي وضع اول نظرية علمية عن الضرة هو روزرفورد دالتون تومسون مندليف طبعا اول من وضع اول نظرية علمية عن الضرة هو مين العالم دالتون رقم ثلاثة القسيمات دون الضرية المكونة لنواد ضرة النيون هي البروتونات والنيترونات ولا البروتونات والالكترونات ولا البروتونات والنيترونات ولا البروتونات والنيترونات والالكترونات طبعا قلنا الجسامات دون الذرية المكونة لنوات الظرة أي ذرة سواء نيون أرجون أكسوجين هيدروجين نيتروجين أي ذرة أيا كانت بتكون البروتونات والنيترونات والإلكترونات لرقم دل طبعا البروتونات بتبقى مجابة الشحنة النيترونات متعدلة الشحنة والإلكترونات سليبة الشحنة قلنا كمان أن الظرة تكون متعدلة قهربائيا لأن عدد البروتونات المجابة داخل نوات الظرة بتساوي عدد الإلكترونات السليبة التي تدور حوالي نوات الظرة رقم أربعة أي مما يلي يعبر عن خصائص البروتون تعالوا قبل ما نشوف السؤال نشوف أو نفتكر مع بعض إيه هي خصائص البروتونات البروتونات تعتبر جسامات دون ذرية ما كان هافين في الظرة داخل نوات ظرة العنصر طيب تحمل شحنة إيه؟ طبعا شحنة مجابة طيب كتلتها المش هقول الكتلة كام اكتبوا لي الكتلة في الكومينتس وأنا هبقى أرد عليكم فتكروا الكتلة كام وشوفوا الاختيارات ورد علي إيه هي الإجابة الصحيحة رقم ألف مكتوب الشحنة مجابة واحد والكتلة خمسة على عشر تلاف يو يو يعني إيه؟ يعني وحدة كتل ذرية رقم باء الشحنة سالب واحد والكتلة خمسة على عشر تلاف يو رقم جيم شحنة سالبة واحد وحدة كتل ذرية رقم دال شحنة مجابة واحد وحدة كتل ذرية الإجابة الصحيحة طبعا تكون رقم دال برافو عليكم الناس اللي كتبتلي في الكومينتس برافو عليكم يلا نشوف السؤال اللي بعده السؤال رقم خمسة أي مما يلي يعبر عن أحد العناصر ورمزه الصحية؟ طبعا احنا قلنا الرموز الكيميائية لازم نحفظها وهي رموز تكتب باللغة اللاتينية رقم ألف السوديوم اس الحديد ف اي النيون ان الكلور سي اتش طبعا تعالوا نراجع مع بعض كده مين الشاطر اللي يقول لي رمز السوديوم ويكتب لي في الكومينتس السوديوم رمزه ايه؟ و النيون والحديد والكلور اكتبوا لي الثلاث رموز للعناصر دي الأربع رموز أسفل أربع رموز للعناصر دي السوديوم طبعا ن ايه؟ فقسة تبقى غلط رقم باء الحديد ف ايه؟ تمام هي الإجابة الصحيحة رقم باء النيون ن ايه؟ والكلور سي ال يبقى اللي اجابة صحيحة عندي هنا الحديد ف ايه؟ ايزاكوا كمان تكتبوا لي في الكومينت رمز الارجون ورمز الهايدروجين ورمز الماغنيسيوم ورمز البوتاسيوم وصلنا مع بعض لآخر سؤال ياريت الأبطال اللي وصلوا معانا لأسئلة الأخيرة دي يشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويسيبوا لي كومينت من الجدول المقابل العناصر السلاسة اللازمة لنمو النباتات تدخل في تركيب المركبين ايه و ايه؟ طبعا جاب لي جدول وكاتب لي فيه سياغ كيميائية بفودة طلع فيها مركبات كيميائية تستخدم في صناعة الأسمدة طبعا احنا قلنا قبل كده ان الأسمدة الكيميائية هي عبارة عن مركبات كيميائية تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي وقلنا من أهم أنواع الأسمدة هو السماد ال-N-B-K وال-N عنصر النيتروجين وال-B الفوسفور وال-K البوتاسيوم تعالوا نشوف مع بعض السيغة الكيميائية عشان نطلع منهم الثلاث عناصر ال-N وال-B وال-K رقم واحد ف-E-S-O-4 طبعا مش موجود فيها العناصر اللي احنا محتاجينها رقم اتنين NH4B-O-4 طبعا هنا خلوا بالكم هنا موجود فيها عنصر ال-N الوالنيتروجين وعنصر ال-B اللي هو الفوسفور يبقى رقم اتنين معنا في الإجابة رقم ثلاثة K-N-O-3 K-N-O-3 طبعا عندي ال-K وعندي ال-N اللي انا محتاجاهم عندي في الأسمدة الزراعية يبقى اتنين وثلاثة معنا رقم اربعة N-A-C-L يالسوديوم والكلور طبعا دول مش من العناصر اللي احنا واخدنا في الأسمدة يبقى انا الإجابة الصحيحة عندي تبقى رقم اتنين ورقم ثلاثة ليامس عشان فيها الثلاثة عناصر اللي احنا بنحتاجها في سماد ال-N-B-K لازم لتحسين الانتاج الزراعي وبكده احنا خلصنا مع بعض اختبر فهمك على الجزء الأول من الدرس الأول أتمنى تكونوا استفدتم وياريت تعملوا لايك وشير وكومنت وكمان تابعونا دايما على القناة إن شاء الله هنحل كل حاجة خاصة بمنهج الصف الأول الاعدادي مادة العلوم المنهج الجديد وهتلاقوا شرح المنهج بالكامل وشكرا لكم جدا وكانت معكم مصرندا حسن مع ألف سلمة